تقيم الحج فاطمة منذ ستة عقود في هذا العقار القديم في حي المطرية الشعبي شرقي العاصمة المصرية القاهرة اعتادت أن تدفع شهريا 15 جنيها كإيجار وهو ما يعادل الآن أقل من نصف دولار أمريكي لتتفاجأ ذات يوم بحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي بضرورة تحريك أسعار الإيجارات القديمة المؤجر بنانا على إيه أعادني أعادني عشان هو أخذ حق الشقة وخذ من ملايين كلنا حق الشقة بتاعتنا ده عمر مثلا العقار مثلا بقاله مثلا 70 سنة تمام السبعين سنة دي مثلا العقار ده اتبنى أو اشترى المؤجر أو المالك اشترى مثلا بألفين جنيه الألفين جنيه دولار مش هتاخد انت أجار اللي انت فكره انت بنانا على اللي في العقد انت هتاخد نسبة من اللي في العقد نسبة بقى 2% 1% كده بس مش هتوصل زي ما انت فكر إيجار جديد أبدا على غرار فاطمة يعتبر ملايين المستأجرين أن قرار المحكمة إعادة النظر في أسعار الإجارات يشكل الحيازا لملاك العقارات الذين حققوا أرباحا على مدارات الفترات الماضية لكن أصحاب العقارات يعتبروا الحكم منصفا لما يعتبرونه حقا لهم السيدة مها واحدة من ملاك العقارات لا يتجاوز ما تحصله نظير تأجير إحدى شققها 20 جنيها شهريا شعور الملاك طبعا زي ما يكون فيه انفراجة وتفتحت للسماء هذا الظلم البين كان من الستينات إحنا ما شفناش وفي كل سنة الحياة بتغلى الإجار زي ما هو لدرجة الإجارات ب7 جنيه و8 جنيه لجنة الإسكان في البرلمان تدرس توصيات المحكمة الدستورية وتعمل على وضع مشروع جديد يعيد النظر في إجارات هذه الشقق المسألة هتكون في إطار أن أنت بتغير القيمة الإجارية في سبيل تحقيق عدالة للمالك نسبية برضو بالمناسبة وقدرة للمستأجر على سددها في وقت معين من الأعوام أعداد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإجارات القديمة تقترب من ثلاثة ملايين شقة على مستوى الجمهورية واقع يفرد معادلة صعبة ودقيقة بينما لكن تحولت عقاراتهم من استثمار ومصدر داخل إلى أعباء وخسائر وبين ملايين المستأجرين الذين يخشون من زيادات قد تزيد من أعبائهم المالية وفي حال عجل الفرلمان عن وضع تصور جديد لأزمة قانون الإجارات القديمة فإن القضايا ستحال إلى المحاكم لتحدد كل محكمة قيمة إجار الشقة وفق رؤيتها أحمد عثمان الحدث القاهرة